أنا أعتقد هكذا بيانات هو إحراج للسيد السوداني السيد السوداني هو القائد العام للقوات المسلحة وقوات الحشد وهذه الفصائل كلها المرتبطة بالحشد هي جزء من المنظومة الأمنية للبلد ومرتبطة أيضا بالقائد العام والقائد العام غير يعني معني بإعطاء تحركات لكل القوات العسكرية لأي فصيل من الفصائل الموجودة وأيضا لكل القوات المتحالفة مع العراق خلال هذه الفترة لكن أنا أعتقد هو بالتأكيد يعبر عن امتعاض هذه الحركة تجاه موقف السيد السوداني من ما بدر من هذه الحركات من مواقف ومن اتجاهات ومن تعطيل بعض المسارات الموجودة فبالتأكيد اللي لفت الانتباه هو تحذير السيد السوداني إذا ما يعني اتماده بموقفه اللي يتعارض مع نهج الفصائل اللي كانت بالأساس الداعم الكبير للسيد السوداني عندما اعتلى مصف رأس الوزراء كانت داعم له بأي سياق سيد علي مهدي؟ داعم له كإطار تنسيقي مع أخوة الأكراد والأخوة السنة إذن هل يستطيع اليوم ضبط هذه الفصائل وضبط هذه القوى الخارجة عن القانون كما يسميها البالت؟ هذه تبقى على مقدرة السيد السوداني وأنا أعتقد أننا لاحظنا أحد أسباب سقوط السيد عادل عدل مهدي هو قضية الفصائل وعلاقاتها مع القوات الأجنبية والضروب اللي صارت تجاهها وبعدين الزامنة مع الانتفاضة وقرارات السيد عادل عدل مهدي بإخراج هذه الفصائل من بغداد وأيضا في زمن السيد الكاظمي فهذه ليست أول مرة يكون الفصائل تلعب دور أساسي بتنحية برغبتها وعدم رغبتها بموقع رئيس الوزراء وهذا يبقى على إمكانية السيد السوداني كيف يحيد هذه الفصائل ويحيدها من ناحية داخل المنظومة الإطار أنا أعتقد بالنسبة للأخوة الأكراد والأخوة السنة بهذه القضية لأنهم ما عدوا فصائل مسلحة معنية بالتعامل مع القوات الأجنبية الموجودة بالعراق الأشكالية بخصف الفصائل أستاذ علي اسمح لي عذرا على المقاطعة